السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا على النبي واسكروا الله بهذا الفيديو بدي احكي عن خاصية وحدة اذا فعلتناها في هاتفنا الاندرويد فستصبح سرعة الانترنت مضاعفة عشر اضعاف نعم خاصية وحدة رح نفعلها في هاتفنا ورح تتضاعف سرعة الانترنت الى عشرة اضعاف وبدون ما نستخدم اي برنامج طبعا الخاصية سهلة جدا جدا لهيك ابقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم من جديد مثل ما حكينا رح نحكي عن خاصية وحدة رح نفعلها في هاتفنا ورح تصبح سرعة الانترنت مضاعفة ولكن قبل ما اشرح هاي الخاصية بتمنى منكم انو تدعموا قناتي هاي لحتى توصل الى المليون مشترك نعم انا هدفي هلأ هو الوصول بهاي القناة الى المليون مشترك لهيك اخي بتمنى منك انك تكون انت من بين الاشخاص يللي ساعدوني للوصول الى المليون مشترك والى المليونين مشترك لاحقا ان شاء الله طبعا اول شي نحنا رح نعمله هو ان نتوجه الى الضبط في هاتفنا بعدها رح ننزل الى الاسفل وندخل الى خيارات الهاتف او حول الهاتف عفوا حول الهاتف وبعدها رح نتوجه الى الاسفل الى معلومات البرنامج هذا الخيار ورح نضغط على رقم الاصدار هون ثلاثة ضغطات متتالية بعد الضغط ثلاثة ضغطات متتالية رح نرجع ورح نرجع كمان ورح نعود نرجع لنلاقي انه تفعل عندنا هذا الخيار اسمه خيارات المطور ما بيكون موجود في هاتفنا طبعا رح نضغط عليه طبعا رح ننزل الى الاسفل ولازم نبحث عن هذا الخيار هذا الخيار اللي ملاحظينه اسمه حجم الرسوم المتحركة للنافذة هذا الخيار رح نضغط عليه طبعا بيكون هو حجم الرسوم المتحركة 1 اكس او 2 اكس لازم نضغط نحنه على ايقاف الرسوم المتحركة بالاعلى ايضا الخيار اللي بعده حجم الرسوم المتحركة للنقل هذا الخيار ايضا رح نضغط عليه ايضا رح نحط ايقاف الرسوم المتحركة عندنا خيار اللي بعده طول مدة الرسوم المتحركة رح اضغط عليه لازم اضع ايقاف الرسوم المتحركة طبعا اه وهيك يعني هلا نحنا اه رح نجرب نطلع رح نلاحظ انه اي جراء عم نقوم فيه بالهاتف عم يفتح بسرعة البرق يعني مثل ملاحظين جربوا عندكم وراح تفيدكم هاي الميزة بتمنى ان يكون افادكم هذا الفيديو